موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سندرس المحادرة الثانية عشر من امتحان الطوبيك الأول وسأعرفكم الآن على الهدف من هذه المحادرة وملخص هذه المحادرة أولا في الاستماع تكي سندرس حروف الجر التالية وثانيا سنتعلم كيفية استخدام اسم الإشارة التي والذي باللغة الكورية مثل وثالثا سنستخدم الأفعال التالية مع حروف الجر الصحيحة مثل أما بالنسبة للقراءة فسندرس في القراءة سندرس الصياغ التالية أولا ثانيا الثانيا وثالثا 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 요즘 한국어를 공부해요? 네, 한국 친구한테서 한국어를 배워요. القواعد المذكورة في هذا المثال أولاً حنتي سو بيودا يتعلم من وحنتي أو إيجي كارتشدا يدرس لي إذن يتعلم من حنتي سو بيودا ويدرس لي كارتشدا إيجي أو حنتي كارتشدا وثالثاً إي تاني دا يلتحق بي أو يذهب إلى أما الكلمات المذكورة في هذا المثال يوزم هذه الأيام كمبهدا يدرس كارتشدا يدرس وحنتي سو من وبيودا يتعلم كارتشدا كما قلنا يدرس أمثلة على هذا المثال أولاً 영어를 어떻게 كمبهيو كيف تدرس اللغة الإنجليزية ميجوك 친구한테서 배워요 يتعلم من صديق أمريكي إثنان طنل أطوكي برويو كيف تكسب النقود تشنغاك سنجريكي يونغور الكارتشو يو درسوا اللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الإعدادية يورير أطوكي تهريو كيف تتقنوا الطبخ يوري هاقونة تانيصو يو التحقتوا بمعهد للطبخ التحقتوا بي اي تانيصو يو بالعودة للسؤال الرجل سأل يجم هنغوكوري كمبهيو هل تدرس اللغة الكورية تدرسي اللغة الكورية المرحة قالت نه 한국 친구한테서 한국어를 배워요 تعلم اللغة الكوري من صديق كوري إذن الإجابة الصحيحة المناسبة للسؤال هي رقم 4 여자는 한국어를 공부합니다 المرحة تدرس اللغة الكورية إذن 정답 4 ننتقل الآن إلى رقم 17 17번 민سو 씨 미안해요 지난번에 빌린 책을 오늘 못 가져왔어요 그래요 내일은 가져다 줄 수 있어요 네 그렇게 할게요 القواعد المذكورة في هذا السؤال أولا أولا أجي أو هنتي بلدا يستعير من بلدا يستعير من شخص معين بلوجودا يعير لي بلوجودا يعير إثنان هنتي سو بلدا يستعير من إذن واحد إيجي أو هنتي بلدا يعير لي بلوجودا أيضا يعير لي ولكن هنتي سو بلدا يستعير من إثناء ثلاثة كاجو دا يحضر وكاجو غدا يأخذ لي مكان غير المكان الذي نحن موجودين فيه الآن وكاجو دا جو دا يحضر أيضا كاجو دا كاجو دا ودا نفس المعنى الجملة أو القاعدة التالية السويتة يستطيع أن الكلمات المذكورة في هذا السؤال أولا متننبون المرة الماضية بلدا يستعير كاجو دا يحضر كاجو دا جو دا يحضر أيضا ويعطي كركة هكذا كاجو دا يمتلك ويحصل على أو يستقبل أمثلة على هذه القواعد التي قرأناها قبل قليل هل يمكن أن تعطيني قلم لا 네و لف هل أحضرت شمسيتي انا آسف نسيتها في البيت أو تركتها في البيت سأحضرها قدن إن شاء الله سأحضرها ويعطيكة إياها قدن إذن جيء والخطي هل أحضرت شمسيتي أو مظلتي؟ أنا آسف تركتها في البيت سأحضرها بالتأكيد غدا سأحضرها وأعطيك إياها ثلاثة نعم إجلس هنا هذا المثال الثالث الآن بالنسبة للسؤال سؤال رقم 17 فبالعودة للسؤال يجب أن نختار الجملة المناسبة للسؤال أو ذات المحتوى الصحيح واحد ستحضر المرأة الكتاب غدا اثنان الرجل أعار المرأة كتابا ثلاثة الرجل معه الكتاب الآن واربع يوجن المرأة لن تستطيع أن تأخذ الكتاب من الرجل في الحقيقة السؤال أصلا أن المرأة هي التي أعارت الرجل كتابا لذلك عفوان المرأة هي التي استعارت من الرجل كتابا المرأة هي التي استعارت والرجل هو الذي أعار لذلك الاجابة الصحيحة هي رقم واحد 여자는 내일 책을 가져올 겁니다 가져올 겁니다 ستحضر المرأة الكتاب غدا إذن 정답 واحد 18 18 우리 아이가 탈 자전거 좀 보여주세요 이 아이가 탈 거예요? 이쪽에서 골라 보세요 이 노란색 자전거가 예쁘네요 이걸로 주세요 아, 근데 의자가 우리 아이한테 너무 높진 않겠죠? 그럼요 이 아이 정도면 탈 때 불편하진 않을 거예요 ننتقل الآن إلى 18 18 18 المرأة 우리 아이가 탈 자전거 좀 보여주세요 알아줄? 이 아이가 탈 거예요? 이쪽에서 골라 보세요 المرأة 이 노란색 자전거가 예쁘네요 이걸로 주세요 아, 근데 의자가 우리 아이한테 너무 높진 않겠죠? 알아줄? 그럼요 이 아이 정도면 탈 때 불편하지 않을 거예요 ننتقل إلى القواعد والكلمات المذكورة في هذا السؤال بالنسبة للقواعد 이 가 مع فعل ال plus اسم وسنفسر لكم الآن ما هو هذا الموضوع المعقد بعد قليل اثنان 는 و 은 كتجو ان كتجو أليس أو ألن يكون هكذا هي تتأكد فقط من سؤال معين والثلاثة 정دو ميان 정دو ميان يري كلابود يختار نورانسك أصفر و يقول له هذا كندي ولكن إيجا كرسي بفول 편하다 غير مريح أمثلة على هذا السؤال أولا هذا المثال هو مثال على كيف نضيف ال إلى الفعل ليصبح الذي سيذهب له مثل ايجا كال وريني جيب الحدانة التي سيذهب لها الطفل و دي أين هي و ريني جيب بارو أمام بيتنا مباشرة إي بها جي المائي بكم هذا البنتال ديجاين يب من بل 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 بكم هذا البنتال ال ديجاين أو السايل مناسب جميل ولكن لن يكون غير مريحة ليس كذلك 불편 ها진 않 كت جو 그럼 آجو 편 أغاشي 정도면 يب و 편 할 거예요 أغاشي 정도면 إذا كان لكي أو يعني بمعدلك أنت سيكون هذا البنتال جميلا و مريحا بالعودة للسؤال في السؤال يجب أن نختار الجملة الصحيحة أو التي تناسب موضوع السؤال نقرأ الجملة المرأة تعمل في المحل بعد درجات خطأ لأنها أم لطفل و ذهبت للتشتري يثنان يوزان نوران سيكون جملة صحيحة ثلاثة 남자는 아이와 함께 가게 왔습니다 الرجل جاء مع الطفل إلى المحل خطأ الرجل يعمل هناك الرجل 남자는 아이에게 자전거를 선물 했습니다 الرجل اشترا أو أهدا الطفل دراجا وهذا إجابة خطأ أيضا إذن الإجابة صحيحة هي رقم إثنان ستشتري المرأة الدراجا الصفراء 정답 إثنان 19번 이 이 물건들 버리시는 거예요? 네 제가 외국으로 이사를 가서요 아직 쓸 수 있는 물건이 많은데 제가 가져가도 돼요? 네 필요하시면 가져가세요 낸타قال إلا 19번 이 물건들 버리시는 거예요? 네 제가 외국으로 이사를 가서요 아직 쓸 수 있는 물건이 많은데 제가 가져가도 돼요? 네 필요하시면 가져가세요 낸타قال إلا قواعد هذا السؤال أولا بوريدا بوريدا يرمي والإحترام بوريش يرمي أيضا إثنان إروا إيساه هذا ينتقل إلى يرحل إلى ثلاثة أجيك السويتا أجيك هل سويتا يستطيع أن يعني مازال يستطيع أن أجيك مازال يستطيع أن تونسا بلاس تو ده فعل بلاس تو ده هل يمكن أن الكلمات المذكورة في هذا السؤال ملغان أغراد بوريدا يرمي ويقوك دولة أجنبيا وإيساه ينتقلو أجيك مازالا يأخذو و يحتاجو نقرأ الأمثلا معا أولا سريقي بوريش 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 أجيك أجيك بوريش بوريش إثنان هندو فون قوزان ننته أجيك سلسو تعطل هاتفي ولكن ما زلت أستطيع أن أستخدمه أجيك سلسو إثنان هذا بالنسبة للقواعد الآن بالانتقال إلى السؤال السؤال رقم 19 سنقرأ يجب أن نقرأ طبعا الجمل مرة أخرى لنختار الجملة صحيحة نمجانن ساياها الملغوني من سميدا البضائع أو الأشياء التي يجب أن يشتريها الرجل كثيرة طبعا هذه الإجابة صحيحة إثنان نمجانن ويقو جيسو إيسار واسميدا الرجل سينتقل إلى أو انتقل إلى دولة أجنبية هذه الإجابة أيضا صحيحة يوجانن ويقو كرو ملغوني من سميدا المرأة اشترت بضائع أو عفوا أرسلت بضائع إلى الخارج وهذه الإجابة خطأ يوجانن نمجاني ملغوني كاجو كاغو شبو هميدا هذه الإجابة صحيحة إذن رقم تسعة عشر يجب أن نختار الإجابة الخطأ والإجابة الخطأ هي رقم أربعة إذن يوجانن نمجاني ملغوني كاجو كاغو شبو هميدا تريدو أن تأخذ أشياء الرجل إذن الإجابة صحيحة هي أربعة 정답 أربعة 20번 부산까지 가려고 하는데요 기차가 몇 시에 있어요 네 손님 잠시만요 20번 1시간 후에 있어요 저는 혼자라서 서서 가도 괜찮은데 더 빨리 갈 수 없을까요? 아, 그러면 20분 후에 출발하는 기차가 있어요. 20분 후에 출발하는 기차가 있어요. بالنسبة للقواعد المذكورة في هذا السؤال. 의료고 하다. 의료고 하다. ينوي أن يريد أن يسعى إلا. إثنان, فعل اسم. plus را أو إراسو. لأن. plus اسم. ثلاثة, آ أو سو. plus فعل. وطو كين جانتا. أيضاً هذا الشيء لا مشكلة أن أقوم به. مثلاً. 소سو كادو كين جانتا. من الممكن أن أذهب واقفاً. إذا ذهبت واقفاً أيضاً لا مشكلة. إلسو أو بسيقايو. إسيقايو. هل يمكن أن؟ نتساءل طبعاً هنا. الكلمات المذكورة في السؤال. كيتشا قطار. سنيم. زبون. تامشي مانيو. انتظر. هنجا بمفردي. بلي بسرعة. شو البرادة بسرعة. شو البرادة ينطلق أو يتحرك. تاجا أو تادا لنركب. إذن هذه الكلمات الرئيسية. بالنسبة للأمثلة. أريد أن أذهب أو أن أذهب إلى جزيرة جيجو. ألا يوجد طائرة أو طائرة تذهب اليوم؟ نعم أنا آسفة ولكن اليوم عطلق نهاية الأسبوع لذلك بيعت كل التذاكر. الجملة الثانية. الآن إجازة لذلك بإمكانك بإمكانك أن تدرس ببطن. وبالعودة إلى السؤال. رقم 20. نقرأ الأسئلة. نично بصر. من ترين إلى السؤال��. الرجل يريد أن أذهب بسرعة إلى بصر. نعمÉ Ps. وأيضان لذلك بيعتم بصرstatic إلى يوجد قبل المaratة البنات Villa. من نعم أهدي القرارات اخرى ل tiver spot أجل أن أذهب إلى بسان أو لسان. الأجابة الصحيحة هي واحد. أجل أن أذهب إلى بسان أو لسان. الأجابة الصحيحة. الأجابة الشخصية. 21번 여보세요? 여기 305호인데요. 아이들이 잘 침대가 필요해요. 아, 네. 만 원을 더 내셔야 하는데 괜찮으시겠어요? 괜찮아요. 그런데 침대 두 개를 빌릴 수 있어요? 아이가 둘이라서요. 죄송합니다, 손님. 침대는 한 방에 하나만 더 들어갈 수 있습니다. 1번. 여보세요? 여기 305호인데요. 아이들이 잘 침대가 필요해요. 아, 네. 만 원을 더 내셔야 하는데 괜찮으시겠어요? 괜찮아요. 그런데 침대 두 개를 빌릴 수 있어요? 아이가 둘이라서요. 죄송합니다, 손님. 침대는 한 방에 하나만 더 들어갈 수 있습니다. بالانتقال إلى قواعد هذا السؤال. أولا عندنا قاعدة كرون데 ولكن. وبعدها موضوع جديد. 2. 아, 오, 야, هم, 니, 다. يجب أن. 3. إي, 가, پيريو, هدا. أحتاج إلى. 플러س ماذا. الكلمات الموجودة في هذا السؤال. 1. 요باوي. 2. α, لو. 3. 아이, طفل. 4. 침대, 치료. 5. 빌리다, يستعير أو يستأجر. 5. 손님, ضيف أو 자본. 5. 들어가다, يدخل. 7. 예약, يحجز. ندرس أمثلة على هذا السؤال أولا نعم ولكن هل أنت جيد مع غرفة بدون سرير هل بالنسبة لك هذا لا مشكلة الوثال الثاني السلام عليكم أعطني أمريكانو 네 5,000원 هل تحتاج الوصل هل تحتاج الوصل بالعودة للسؤال بالعودة للسؤال رقم 21 يجب أن نختار الإجابة الصحيحة أو المناسبة ثم واحد باندري كم وكلا اثنان باندري باندري ادفا باندري باندري ضادا الثلاثة وليورو باندري ممكين أن تستعير السرير بالمجان وليورو أربعة باندري 2개 더 필요합니다. المرأة تحتاج إلى سريرين إضافيين ما هي الإجابة صحيحة طبعا هي رقم 4 المرأة تحتاج إلى سريرين إضافيين إذن 정답 4 저는 어제 친구하고 재미있는 옷가게에 갔습니다. 그 가게에서는 우리가 티셔츠의 그림을 직접 그릴 수 있습니다. 그림을 그려서 주면 그것을 티셔츠로 만들어줍니다. 어제 우리는 티셔츠를 하나씩 만들어 입었습니다. 같은 티셔츠를 입으니까 친구가 더 소정하게 느껴졌습니다. 그 옷을, 바로, 친구가 생각날 것 같습니다. بالعودة بالدراسة القواعد المذكورة في هذا السؤال أولا روما دلدا يصنع من أو يجعل من شيء واثنان إنيكا لأن ثلاثا يجعلني أشعر به هنبك حاجة دلددا مثلا بسعادة أو تيمي إك الكلمات المذكورة في السؤال أولا أولا أود ملابس 가게 محل 티셔츠 티셔츠 كريم صورة 직접 مباشرة أو بليت يعني حاناشك واحدة واحدة سوجن ها게 بأهمية دكيوجيدا أشعر أو يجعلني أشعر بأهمية 생각나 أتذكر ققبك قريب نكيدا أشعر و كوكيان أتجول و ونهدا أريد أمثلا على هذا السؤال جنباجير كابان رو ماندر سأناعت من البنطال الجينز حقيبة أوني غماندر أشعر كيك رو مغ نيك كيب نيك جو جو تحسن مزاجي لأن أختي لأن أكلت الكيك الذي سأناعت أختي أوني ران كونفو يومي رو جو سأناعت أختي و شعرت بالخوف عندما ذهبت لشاهدة فيلم رعب مع أختي هنكوك أوني أور 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 منذ مدة طويلة هنكوك أور 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 بعد أن أتيت إلى كوريا لا أريد أن أذهب إلى البيت كلما ذهبت إلى المول أشتري أشياء لا أحتاجها كلنا نفعل هكذا الآن تقريد الترجمة العربية لهذا النص ذهبت مع صديقي أمس لمحل ملابس ممتع في ذلك المحل يمكن أن ترسم على التيشيرت مباشرة إذا رسمت الرسمة وعطيتها لهم سيصنعون منها لك تيشيرت أمس صنعنا تيشيرت لكل واحد منا ولبسناها ولأننا لبسنا نفس التيشيرت شعرت بأهمية كبيرة لصديقي أعتقد أنني كلما لبست هذه البلابس سأتذكر صديقي بالعودة إلى السؤال الجملة الأخيرة هي كوس يبلت ماذا أعتقد أنني سأتذكر صديقي كلما لبست هذه الملابس إذن الإجابة الصحيحة هي رقم ثلاثة يبلت ماذا جنغداب ثلاثة ننتقل الآن إلى رقم 62 ونجب أن نختار المحتوى المناسب أو الجملة الصحيحة التي تتناسب مع الناس واحد أجل تجولت أو شاهدت التيشيرت أمس مع صديقي خط أجل 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 ونانن كريم الكريوج وسميدا رسموا لنا في المحل الصورة التي نريدها خطأ لأنك يجب أن ترسم أنت الصورة وتعطيها للمحل أخيرا أرينا لابسنا نفس التيشيرت وشعرنا بالقرب أكثر أنا وصديقي وهذه الإجابة الصحيحة إذن 정답 أربعة هذا كل شيء بالنسبة للمحل القراءة هنا وننتقل الآن إلى قراءة 65 65 저는 자기 전에 하루를 정리하면서 메모를 합니다 먼저 오늘 일어난 일 중에서 잘 한 일 세 가지를 씁니다 그렇게 하면 힘든 하루를 조금 잊을 수 있습니다 그 다음에는 내일 할 일을 فارا 그러면 중요한 일을 잊어버리지 않아서 좋습니다 이렇게 메모를 하면 생각만 할 때보다 하루하루를 훨씬 더 잘 정리할 수 있습니다 ننتقل إلى القواعد المذكورة في هذا السؤال 기 전에 قبل أن 의면서 عندما نفعل فعلين أو شيئين معا 중에서 من بين 할 때보다 عندما مقارنة عندما أفعل شيء معين هل أتقن أكثر مقارنة ب و أعوب تجربة أو محاولة فعل شيء معين كد أصبح و القاه ربما سأفعل شيء معين و و يبدو أن الكلمات 하루 يوم 정리 هذا يرتب ممو ملاحظة 먼저 أولا يرانا أستيقظ همد عمل صعب قليلا إجابة أنسى و فكرة 하루 يوم بيوم حلش أكثر بكثير وأكثر قليلا أمفلا على هذه القواعد 저는 자기 전에 꼭 أمم أكثر 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 قبل النوم يجب أن أحيي أمي أكثر أكثر أممي 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 أدرسو مستمعا للموسيقا أممي 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 أيس كريم أممي أممي من بين الأيس كريم نعم من بين الأيس كريم أحب اليوغرت أو اللبن بالتير حاميان بالموق أممي أممي قان إذا وضعت سوار في اليد ستبدو اليد أصغر بكثير أممي أممي أصغر بكثير ستبدو أنحف بكثير سنواتي 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 تجربت تكتب أو اكتب لنا التاريخ الذي تريده الجملة تالي 한국어를 공부하고 شبه ساوله اجده سنواتي 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 انا افكر الان واعتقد انني استطيع ان ارتب العمل حتى غدا نستخدمها عندما نتساءل عن شيء معين لست متأكد انني ساقوم به ولكن انا اريد ان اقوم به واتساءل الا تعتقد انني ساقوم بالعمل حتى غدا مثلا بهذا المعنى الان الترجمة العربية للنص الترجمة العربية قبل ان انام ارتب يومي على ورقة الملاحظات اولا اكتب ثلاثة امور قمت بها اليوم امور جيدة اذا فعلت هكذا استطيع ان انسى اليوم الصعب قليلا وبعد ذلك احاول كتابة ما سافعله غدا بهذه الطريقة لن انسى الشيء المهم ولذلك هذا جيد بكتابة الملاحظات استطيع ترتيب اموري يوما بيوم افضل بكثير من التفكير فقط اذا الجملة او الجواب الصحيح هنا هو بعد ذلك احاول كتابة الاجابة هي رقم واحد احاول ان اكتب ما سافعله غدا اذا رقم يوكشب او بان الاجابة جانداب واحد رقم ستة وستين رقم ستة وستين سنختار الجملة التي محتواها صحيح او يتناسب مع النص واحد يوكشب يوكبان اكتب العمل السيء خطأ استيقظ صباحا واكتب ما سافعله اليوم خطأ ايضا لان اكتبه قبل النوم ثلاثة اجابة اكتب الاشياء التي انساها قبل النوم خطأ لانني اكتب الاشياء التي لا اريد ان انساها اربعة اثناء كتابة الملاحظات افكر بالعمل الذي قمت به اليوم وهذه هي الاجابة الصحيحة اذا الجواب الصحيح هو رقم اربعة ننتقل الان الى رقم سبعة وستين من القراءة 67번 꽃이나 나무가 오래 살려면 물과 공기, 햇빛이 중요합니다 막으려면 화분을 한 곳에 모아 누워야 합니다 물에 젖은 수건을 화분 아래 놓는 것도 좋은 방법입니다 또 집안에서 공기가 잘 동할 수 있기에 방문을 열어 놓으면 좋습니다 마지막으로 هذه ايضا طريقة جيدة فعل هذا هو طريقة جيدة هالسو ايكي بحيث يستطيع أن هالسو ايكي واخيرا ميون جوسم니다 اذا فعلت هذا هذا جيد الكلمات المذكورة في هذا النص فقط ورد نمو شجر وراء الماء يخرج أو الماء ينزل نانو نوتا يوزع ولانتي قاية الامتلا في هذا السؤال 영어를 배우려면 미국이나 영국으로 어학연수를 가는 것도 좋은 방법입니다 اذا تريدو ان تتعلم اللغة الانجليزية 배우려면 미국이나 영국 امريكا او بريطانيا 어학연수를 가는 것도 어학연수 تدريب لغوي أو كورس لغوي 가는 것도 الذهاب ايضا طريقة جيدة 좋은 방법입니다 أبا نانا اي أي أي أخذ سمح الأب أو جعل الأب الطفل يذهب مع أصدقائه في رحلة جعله يفعل شيء جعله يستطيع أن يذهب الجملة الثالية يوهينغ الإجران أو فعل شيء هو أمر جيد إذن عندما تذهب في رحلة من الجيد أن تركب بعض السياح أما الترجمة العربية فهي الماء والهواء وأشعة الشمس مهمة جدا لإحياء الورود أو الأشجار لمنع نزول الماء بسرعة يجب جمع الأصص في مكان واحد ووضع قماشة مبلولة بالماء تحت الأصيص طريقة جيدة أيضا ومن الجيد فتح باب الغرفة بحيث يمر الهواء داخل البيت بشكل جيد وأخيرا عندما تذهب في رحلة لمدة طويلة من الجيد يوضع الأصص في مكان لا تدخله أشعة الشمس إذن بالعودة للسؤال الإجابة الصحيحة هي رقم أربعة لأن السؤال هو إذا تريد أن تمنع إذن مري بلي أبسجي ننغسل مغريوميان لمنع تسرب الماء بسرعة أو نزول الماء بسرعة من الجيد أن تضع الأصص في مكان واحد نقرأ الأمثلة الأخرى واحد هبتشي البونن قط ان ترى أشعة الشمس إثنان كونجي ترؤون قصر دخول الهواء ثلاثة هابونه كوتي بانن قصر تفتح الظهور داخل الأصص وأربعة تسرب الماء بسرعة أو نزول الماء بسرعة إذن الجواب تونغداب أربعة رقم ثمانية وستين ننتقل إلى ثمانية وستين الإجابة الصحيحة واحد سوغونل هابون آنينوو دويا همني دا يجب أن نضع المنشفة أو التهول داخل الأصيص وهذا خطأ لأن السؤال قال تحت اثنان هابونل يوروب هانجين نوو نويا همني دا يجب أن نوزع الأصص في غرف متعددة خطأ لأنه قال يجب أن نجمعها في مكان واحد ثلاثة بانغمون اليورو سو كونجيغا تونغاهاكي هي همني دا تونغاهاكي هي همني دا يجب أن نفتح شباك الغرفة لنجعل الهواء يمر في المكان وأربعة يوهنجوني ننن هابونل هببيتي دوكو يجب أن نضع الأصص في مكان فيه أشعة شمس قبل أن نذهب في رحلة وهذا خطأ لأن النص قال يجب أن نفعل العكس إذن الإجابة صحيحة هي رقم ثلاثة 방문을 열어서 공기가 통하게 해야 합니다 يجب أن نفتح شباك الغرفة و نسمح للهواء بدخول رقم ثلاثة 정답 ثلاثة ننتقل إلى رقم تسعة و ستين 69 저는 지난 주말에 아주 특별한 사진관에 갔습니다 그 사진관에는 사진을 짓기 위해 모두 준비가 다 되어 있습니다 사진을 짓기 전에 화장도 해주고 머리도 해주었습니다 그리고 저에게 어울리는 옷도 빌려줬습니다 거울 속에 제 모습이 마음에 들었습니다 이렇게 멋진 모습으로 사진을 فرق 친구들에게 소개할 생각입니다 قواعد هذا السؤال أولا كيويهان من أجل فعل كيويهان إثنان 모습으로 사진을 짓다 تصويت خد الصورة بهذه الوضعية أو بهذا الشكل كيويهان سأقدم أقدم لي والسنجاكيدا والسنجاكيدا هالسنجاكيدا سأفعل أو يعني أنوي أن أفعل ذلك أفكر أن أفعل ذلك عفوا أفكر القاهيسو أتساءل عن عمل شيء معين أتساءل و سنوضح لكم الآن بمثال أريوكو هيسو أنوي أن أفعل لذلك هيا هاكيت ديموني لأنني يجب أن أفعل هذا أو هالسو يكيت ديموني لأنني أستطيع أن أفعل هذا الكلمات المذكورة في السؤال أولا تبرا دا خاص سا جنگوان استوديو جمبي تجهيز هاجان ميكب و أول لذا مناسب باليوجودا يعير كول مرأة موسب وضع أو شكل أو هيئة مجين وسيم صوغي يعرف أو يقدم كداري دا ينتظر و جنبي أوبشي بدون تحضير نقرأ أمثلة على هذا السؤال المثال الأول سا جن الجيكي ويهان هاجان تا حاقو هالسو قمت بكل المكياج الذي سأحتاجه لألتقط صورة إثنان وري أبا وري أبا وري أبا مجين وسبورو ساجين وري أبا وري أبا ساتيعو أني سويراني صورة بهايئة أو بشكل جميل 친구에게 맛있는 한국 식당 을 소개해줬어요 قدامت للي صديقي مطعم كوريان لذيذ عرب어를 공부하기 위해 يوردان أبا وفاكيروان أذهب إلى أردن لذي سأتي لغا العربية 저는 어디까지 도전할 수 있을까 해서 어려운 언어를 배우고 싶습니다 وري دوان أتعلم لغة صعبة لأنني تسأل 할 수 있을까 해서 تسألت إلى أي حد أستطيع أن أتحدى تو전 هذا أتحدى عرب وفاكيروغو 해서 عرب وفاكيرو سأل 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 أشتريت كتاب اللغة العربية لأنني أنوي الذهاب إلى دولة العربية عرب وفاكيرو لذلك عرب وفاكيرو لذلك عرب وفاكيرو لذلك لأنك يجب أن تذهب إلى دولة عربية من الجيد من الجيد أن تتعلم أو إذا تعلمت اللغة العربية قبل الذهاب الترجمة العربية لسؤال ذهبت الأسبوع الماضي إلى ستوديو تصوير مميز في هذا الستوديو كل شيء جاهز لالتقاط الصور قبل التقاط الصور وضعوا لي المكياج وصففوا شعري أيضا وأعاروني أيضا ملابسا مناسبة لي أعجبني شكلي في المرآة أفكر في تقديمه لأصدقائي لأنني أستطيع التقاط الصور بوضعية جميلة هكذا إذن بالعودة للسؤال ما هو الإجابة ما هي الإجابة الصحيحة الإجابة الصحيحة إذن أفكر أن أعرف أصدقائي على هذا الستوديو لأنني أستطيع أن ألتقط صورة بشكل أو بهيئة مناسبة وجميلة أفكر أن أتصور أن أتصور لأنني يجب أن أتصور وكلها إجابة خاطئة الإجابة الصحيحة هي رقم أربعة إذن تونغ داب أربعة ننتقل إلى الرقم سبعين رقم سبعين نختار الإجابة الصحيحة أو ما يمكن أن نعرفه من هذا النص أولا سا진 وأنني سا진 찍는 방법 باول سا진 يمكن أن تعلم كيف نصور في هذا الستوديو خاطئ إثنان سا진 يمكن أن تصور السورة مرة أخرى إذا لم تعجبك لم يظهر هذا المحتوى الضيف أو الزبون يستطيع أن يذهب إلى الستوديو بدون أي تحضيرات خاصة بدون تحضيرات أربعة يمكن أن يلتقط الضيف أو الزبون الصورة دون أن ينتظر ولم يذكر المحتوى هذا الكلام إذن الإجابة الصحيحة هي رقم ثلاثة الضيف يستطيع أو الزبون يستطيع أن يذهب بدون أي تحضيرات خاصة إذن تون داب رقم ثلاثة هذا كل شيء بالنسبة لمحاضرة اليوم من التوبيك والآن سأقدم لكم ملخص لما درسناه اليوم في محاضرتنا أولا بالنسبة للاستماع تكي درسنا اليوم بعض الحروف حروف الجر مثل اي جي وهنتي وهنتي ثانيا تعلمنا كيف نستخدم أسماء الإشارة التي والذي باللغة الكورية طبعا مع الاسم مثل ليل هليل آيغا تال تاجونغو وثالثا استخدام الأفعال التالية مع حروف الجر الصحيحة مثل بيو دا و كارتشدا هنتي بيو دا هنتي سو كارتشدا أما بالنسبة للقراءة فدرسنا اليوم في القراءة الكي كيف نستخدم الصياغ التالية أولا كيزوني قبل والعكس هن هوي بعد وثانيا درسنا عندما أتساءل أو أفكر في شيء معين و عندما أنوي أن أفعل شيء معين و لأنني أريد أن أفعل هذا الشيء هي يجب أن أفعل هذا الشيء وأيضا اختيار الجملة الصحيحة حسب محتوى النص والكلمات المذكورة في هذا النص أما بالنسبة لكلمات القراءة فلدينا أولا موسيق وضعية أو هيئة يتركه مفتوحا وثلاثة يضع الأشياء موزعة أو مفرقة وأيضا لدينا كلمة كونجي هواء هبي أشعة الشمس و ميمو ملاحظة تونجي هذا يرتب أو يكتب و سا جينجوان ستوديو و ينسى كلمات أخرى أيضا كثيرة يجب علينا أن ندرسها هذا كل ما لدينا بالنسبة لمحاضرة اليوم أتمنى لكم كل التوفيق شكرا جزيلا نماثا للمو